داخل هذا البيت القصدري كانت عيش مريم هاسك وفي هذا المكان كانت تنام وبسبب إقصاء أسرتها من الاستفادة من برنامج إعادة الإيواء بدعوة تفرع العائلي قررت وضع حد لحياتها بواسطة شنق نفسها في عمود حشبي وفي هذا المكان كانت تتجيه هنا تحفظ أنا عرب 50 سنة في هذا الأرض وفي هذا الأرض 78 سنة وأنا رأى 50 سنة هنا يحولوا هذا الكاريان كانوا يبيعون شراء ومعا فيه أولادي كل شيء من الذي يتحول هذا الكاريان لا يتباع ولا يتشرق أنا جاءت هنا أنا والولاد وعندي دراعي كلهم تقرأوا خمسة تقرأ والدرية صغيرة ما تتقراش ما عنديش اللي يخدم عليا تنخدمانا بدراعي فهد الحانوت من اللي طبيت هنا فهد الحانوت ما بقى والوما تنبيعه نسري مع التواحد كل شي حوله ومشيت أنا يا بقيت نبكي هنا يا مشيت عند رأيس دائرة مشيت وكجره عليا ما أعطانيش وقد قالوا لي سيرت سنة من بين الأمور التي دفعت مريم إلى الانتحار هو قرار السلطات القاضي بهدم الكوخ الذي كان يخصصه الأب لبيع المأكولات لإعالة أسرته الصغيرة بعد إقدام مريم على الانتحار دخل أفراد العائلة في حالة نفسية غير مستقرة أخو الضحية كان سيعيد نفس السيناريو لكن بصورة مغيرة الدرية فاش ما تتختصى في تعقد لي إيا ذك فاش مشاهز واحد شروطة وقالنا والو نقطراتي ختمشات نموتانا في هاد العرض لاش غادي نزيد مازال والو إيا ذك درق علي عوتاني مشاهز كاسو ويخشي هنا في الدق جرينا الغوت وكواودك شي عادة حيدنا الدرية عادة قلعنا وده باقي مأثر الدرية مرضية من جهة خطوك والحقرة بزار الدرية ده بكون سولتو هرا ما بغاش إيضار معاكم الدرية معقد الأم هي الأخرى متأثرة لما وقع لابنتها حادث الانتحار شكل سعق بالنسبة إليها قلت لي يا ماما اهلاح destined to die in der Arish ان اصدقانا درывайтесь اصدقائمنا دراسة بقال لابنتي الوريين اصدقائم بشكل speaks ابنتي بين ella عندما نتز PA القرية تفاصيل انتحاري فلدة ابنتها لا يفارق مخيلتها قبل وفاة مريم كتبت رسالة كلماتها تعلن عن حس مرهف لفتاة زاقت درعا بالفوارق الاجتماعية ولكن السطر الأولى تقول لا شيء يجعلك عظيم إلا ألم عظيم لو لا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم بهذه الرسالة ودعت مريم العالم الذي نعيش فيه رحيل مريم بهذه الطريقة يعري واقعا مأساويا ويعطي رسالة قوية إلى ضرورة انتشار التآلف والتعايش بين فئات المجتمع بكل شرائحه ونبدأ للفوارق الاجتماعية وسيادة مبدأ التكافل اشتركوا في القناة